حذر مراقبون من مساعة تيار صدري للإطاحة بحكومة رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني دعين الأخير إلى ضرورة كسب ثقة الشارع قبل فوات الأوان وقال المراقبون أن تيار صدري سيسعى في المرحلة المقبلة إلى تحريك الشارع ضد حكومته الحالية لذا على السوداني وفريقه كسب ثقة الشارع العراقي وأضافوا أن تيار صدري أصبح لا يملك تمثيل أي شيء لا في الحكومة ولا في البرلمان لذلك فأن هذا الأمر أولد نقمة سياسية وشعبية داخل التيار كما أن هناك حالة من اللوم يلقيها نواب التيار على زعيمهما مقتدى الصدر بسبب اتخاذ قرار الانسحاب النهائي من العمليات السياسية